الناس اللي بتحكم بالشكل هقول لحضرتك وبالمظهر ده جاء من السبعينات وربما من أواخر الستينات لا لا ده من قبلك من لحظة تأسيسهم من لحظة تأسيسهم الحكم بالظاهر وهم بيشتغلوا على البعدة آه طبعا بس ما كانش فيه ده يا فندم في الخمسينات وأوائل الستينات ما كانش فيه حد لما يشوف واحدة غير محجبة يكفرها لا كان موجود يا فندم طول تاريخهم كان موجود بس خلي بالحضرتك هم اتعرضوا لضربة كبيرة في 54 وتعرضوا لضربة أكبر في 64 و 65 فالتاريخين دول كانوا تاريخين فرقين جدا في الفترة دي يمكن انما ايه الدربات اللي اتوجهت لهم في 64 المحاكمات والحكم بحل التنظيم والحكم والأحكام على عضاء التنظيم واعدام الأول حسن البنة وبعدين اعدام سيد قدب لماذا لم تموت أفكار الجماعة بموت حسن البنة هقول لحضرتك لما تشوف جماعة تأسست ازاي ونرجع لللحظة الدقيقة دي اللي هو اكتسب فيها الاسم هو اكتسب الاسم والجماعة تأسست بداية تأسسها ويمكن أول حد كتب كان أبو حسن البنة مش حسن البنة نفسه وكان كتب في مجلة مصرية كانت بتطلع اسمها النزير والمجلة دي حط فيها الخطوط العامة بتاعت فلسفة الإخوان اللي حضرتك بتتكلم عليها ان هي موجودة لغاية النهاردة لغاية التوقيت ده كان بيكتب تحت اسم عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن السعادي ما كانش بيكتب تحت اسم أحمد عبد الرحمن البنة وكان مبدأه اللي هو مبدأ التقية اللي احنا بقنا نقول عليه بعد كده مبدأ التقية كان مبدأه قايم على فكرة انك تهدني المجتمع انك تخدعي المجتمع انك تقدمي نفسك للمجتمع باعتبارك جماعة إصلاحية دينية باعتبارك جماعة خدمية جماعة تحرص على أن تقدم الخير للمجتمع واستغلالاً استغلالاً خلي بالحضرتك الماسونية العالمية زيها زيهم بالضبط وهي بتدعمهم وهي بتأسسهم لأن هما تأسسوا أصلاً بفروس الإنجليز اللي كانوا محتلين الدولة المصرية هما كانوا بيستخدموهم كأدوات للتمكن من إحداث يعني فكرة وحضرتك ما بدأ فرق تسود اللي حاولوا أن هما يستخدموه في 1919 وفرقوا وفشلوا بين المسلمين والمسيحيين هما قالوا لا إحنا نفجر المجتمع المسلم ده نفسه إن المجتمع المسلم ده نفسه يبتدي يتفجر من جواه ويبتدي ينقلب على ذاته وده مش هيجي غير من خلال نشأة جماعة بتشتغل على البعد الديني البعد الديني اللي هو متواجد بطبيعة الحال عند الشعب المصري عند الشعب المصري دعم المسونية لجماعة الإخوان كان شكله إيه؟ مظاهر مظاهر إيه؟ آآآآ